الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون فيه عندنا امتحان مهم جدا وطبعا امتحان محافظة الغربية. طيب نبدأ مع بعض اول سؤال وهو سؤال اللسن نص الاستماع. زي ما قلنا السؤال ده عبارة عن نص صغير. النص ده بتسمعك بس جدا في بداية الامتحان. ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ انك تختار الاجابات اللي قدامك دي. طيب النص ده موجود عندك في اخر الكتاب. علشان كده هتلاقيني بس بلك السؤال ده زي واجب كده. اقرأ النص على مهلك وبعدين ابدأ اختار الاجابات اللي قدامك. بعد كده ابدأ اشرح لك السؤال اللي بعته هو سؤال ده لك سؤال المحادسة. زي ما قلنا شباب اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك واترجمها قبل ما تحل. خلي بالك السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه. طيب المحادسة بتاعتنا بيقول هنا بيقول ان مونة في محل ملابس لكي تشتري جيبة جديدة. خلينا نشوف كده. طيب اللي هو الباعة في المحل بيكلم مونة وبيسألها. بيقول السؤال ده معناه ازاي يعني اقدر اساعدك. طيب احنا عرفنا من السطر اللي فوق ان هي بتدور على جيبة جديدة. فممكن تقول له هنا انا عاوزة جيبة جديدة. او ممكن تقول انا ابحث عن جيبة جديدة. يبقى الاجابة جبناها من السطر اللي فوق. عشان كده بقول لك السطر ده مهم جدا. يبقى رقم واحد هنكتب فيه. طيب سألها هنا وقال what size do you want? ايه المقاس اللي انت عايزة? بص في المحادسة مفيش مقاس محدد. اكتب اللي انت عايزه. خلينا نقول مسلا small medium large ايه حاجة هتكون صح. هتقول له هنا. I want a small size. يعني عايزة حاجة يكون مقاسها صغير. يبقى رقم اتنين. I want a small size. قالها what color do you like? طب ايه اللون اللي انت عايزها? قالت له blue one. انا بدور على حاجة يكون لونها ازرق. طيب بعد كده سأل السؤال الاجابة كانت yes it looks nice. ايوة هو باين عليه كويس. خلي بالك الاجابة بيس يبقى هسأل بهل. هسأل هنا بdoes. لان الفعل في الاجابة اخر اس اللي هو looks. هقول does it? بقول طبعا look nice. هل بقى باين عليه كويس? فقعت له هيبدو رأة. طيب بعد كده مونا سأل السؤال الاجابة كانت it costs to hundred fifty pounds. ده بميطير وخمسين جنيه. خلي بالك بيقولها هنا السعر. فهتسأل عن السمن بhow much? سهلة كده. فهنا الرقم اربعة هتقول له how much does it cost? بكم تتكلف كم السمن او كم تكلفتها? how much does it cost? اللي طبعا ميتين وخمسين جنيه. في النهائة له I will take it. انا هاخده here is the money. دي الفلوس اهي. طبعا الرجل في النهائة طبعا ممكن يشكرها يقول لها thank you لان هي بتقول له تفضل الفلوس. فهقول لها شكرا thank you. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا السؤال التالت وهو سؤال القطعة. زي ما قلنا طبعا اهم حاجة تقرأ القطعة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. دلوقتي نبدأ نرى القطعة بتاعتنا عشان نحل عليها. بيقول هنا learning a new language is very important these days. بيقول تعلم لغة جديدة. ده شيء مهم جدا هذه الايام. learning a new language is always an exciting experience. بيقول كمان ان تعلم لغة جديدة تايما بيكون تجربة مسيرة. طيب بعد كده بيقول there could be many reasons to learn new languages. بيقول لك كمان انه يوجد العديد من الاسباب اللي تخليك ان كتتعلم لغة جديدة. but ولكن the advantages are great. المميزات يعني بتكون رائعة. طيب بيقول كمان in other words او بنحو اخر او بمنطق اخر يعني speaking more than تحدث اكتر من اللغة. عايز اقول كده في الصفحة تانية. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض قرية القطع. كان بيقول في الصفحة اللي فاتت ان تحدث اكتر من لغة واحدة can make people's lives easier. ده بيخلي حياة الناس تكون اسهل يعني. زي بقى? for example على سبيل المثال people who can speak other languages can find jobs easily. بيقول الناس اللي بتقدر تتكلم يعني لغات اخرى بتلاقي وظائف بسهولة. ايه كمان? they can work in tourism as tour guides. بيقول ان هما يقدروا يشتغلوا في مجال السياحة كطبعا مرشد سياحي. طيب. اه وطبعا اه hotel managers and many other high paying jobs. او مدير فوندو او اي وظائف اخرى بيندفى فيها مبالغ كبيرة. in addition بالاضافة الى ذلك those people can communicate with foreigners from different countries. طيب بيقول كمان الناس اللي تتكلم لغات اخرى بتتواصل مع الاجانب في دول مختلفة. طيب more over learning foreign language is a great way to explore other cultures and see the world from different angles. بيقول كمان خلي بالك على وعلى ذلك تعلم لغة اجنبية او لغة اخرى. دي طريقة رائعة جدا لانك تكتشم ثقافات للعالم الاخر. تكتشف يعني ثقافات لدول مختلفة. في النهاية بقى learning another language تعلم لغة اخرى necessary nowadays دي شيء ضروري جدا هذه الايام. طيب بعد ما قرنا القطع بتاعتنا وفهمناها نبدأ مع بعض نحل اسئلة القطع. السؤال الاول بيقول هنا what is the main idea of the passage? ايه الفكرة الرئيسية للقطع? قطع كلها بتتكلم عن تعلم لغة جديدة. فقدر اقول له هنا بكل بساطة learning a new language. او اهمية تعلم اللغة او اهمية اللغات. احنا قلنا السؤال ده اجابة مفتوحة. تقدر تجاوب بطريقة واثنين وثلاثة. خلينا نقول learning a new language. تعلم لغة جديدة. بعد كده بيقول why do you think learning language is important nowadays? بيقول لك ليه تعتقد ان نتعلم لغة جديدة يعني. ده شيء مهم هذه الايام. طيب هو قال لي لاكتر من سبب. هنرجع للقطع ونشوف مع بعض. بص هنا في القطع بيقول هنا people who can speak other languages can find jobs easily. طيب دي كده يا شباب هتبقى اجابة منطقية جدا. ممكن تكمل كمان. لان الجزء ده كله يتكلم على المميزات اللي بيحصل عليها. اللي بتعلم لغة تعنيها. يبقى رقم اتنين هنقول ان هما بيحصلوا على وظائف بسهولة يعني. ممكن تكمل برضو او تكتب الاجابة لتحت الخطة بس. بعد كده بيقول هنا. what can people do to communicate with foreigners? بيقول كمان ايه اللي الناس بتعملوا عشان تتواصل مع الاجانب. طبعا هو قال ان هما بيتعلموا ازا قدروا يتكلموا لغة اخرى. فهنكتب الاجابة دي. هنقول مثلا زي يعني عايز اقول هما يقدروا يتعلموا ويتكلموا بيه لغتهم. بيسألك هنا يعني ايه اللي يقدر الناس او الناس تقدر تعمل ايه عشان تتواصل مع الاخرين? احنا قلنا الاجابة زي يتعلموا يتكلموا لغتهم. يبقى دي اجابة منطقية. يقدروا ان هما يتعلموا ويتكلموا اللغة بتاعتهم يعني. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون فيه عندي تلات اسئلة اختياري على القطع برضو. نبدأ مع بعض السؤال الاول فيها. بيقول هنا. learning a foreign language is a great way to know other cultures. بيقول تعلم لغة اجنبية. دي طريقة رائعة ليه? طبعا لاكتشاف الثقافات. هو قال لي كده اكتشاف ليكتشف الثقافة. بعد كده speaking more than one language can make people's lives بيقول تحدث اكتر من اللغة. ده ممكن يخلي حياة الناس ايه? طبعا هو قال ان هي تكون اسهل. طبعا ما عنديش كلمة اسهل. عندي simple اللي هي تكون بسيطة يعني. بعد كده بيقول. the underlined word exciting is the opposite of a. الكلمة اللي تحتها الخط exciting وطلب عكسها. exciting يعني مسير. عكسها boring اللي هي يعني معناها ممل. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندي سؤال اختياري. نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا. or an is equipment that changes the sun's light into electricity. خلي بالك. بيقول المعدة اللي بتغير ضوء الشمس الى كهرباء. طالما قال لك ضوء الشمس يبقى دي يعني هي بقى الواحة الطاقة الشمسية. بتكلم هنا على المعدة اللي بتحول ضوء الشمس الى كهرباء. طبعا دي الواحة الطاقة الشمسية. بعد كده بيقول هنا. how about نقط خالد توزا بورتي. بيسأل هنا. how about ايه رأيك في دعوت خالد على الحفلة. حفلة يبقى اللي هي دعوت. بعد كده بيقول هنا. do you have any tickets for the نقط? قال له في الاجابة. I like music. طيب خلي بالك بيعزموا عليه. اقول له هل انت معاك اي تساكر ليه? الحفلة الموسيقية. لانه بقول له انا بحب الموسيقى جدا. طبعا موسيقى يبقى concert. طيب بعد كده. بيقول هنا. is not a hard material. it's not. بيقول القطن ده مش مادة خام صلبة. ولكنه ايه? هنا عايز حاجة عكس كلمة hard. القطن طبعا soft. اللي هو طري او ناعم يعني. بعد كده بيقول. the factory throw dangerous نقط. into the river. بيقول ان المصانع بترمي او رمد اعزل مخلفات كيميائية خطير في النهر. مواد كيميائية دي اسمع chemicals. واللي بعده بيقول هنا. I decided to join the mod project to help the environment. انا قررت ان انا انضم الى مشروعي لمساعدة البيئة. مساعدة البيئة يبقى مشروع الحفاظ والصيانة اللي هي conservation. الصحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. نقط. person is the person who can't see. خلي بالك بقى الشخص الذي لا يستطيع ان يرى. طبعا ده اسمه شخص كفيف اللي هي blind person. بعد كده بيقول. if I go to the shops on monday. I not a present for عليه. خلي بالك دي الحالة الاولى من حالات if. لو انا بذهب الى المحلات if هنا جاء وراه مضارة بسيط. هنا عايز مستقبل بwill. انا يعني هشتري هداية. يبقى هنا اقول له. will والمصدر. I will buy. بعد كده بيقول. I don't like this soup. there is two not sold in it. انا لا احب هذه الشربة. ليه بقى? فيها كمية كبيرة من الملح. الملح لا يعد. يبقى له too much. الذي لا يعد بستخدمها too much. كمية كبيرة جدا. بعد كده بيقول. I don't want these expensive shoes please give me cheaper not. طيب انا مش عايز الحزاء الغالدة. طيب خلي بالك كلمة shoes هنا كلمة جمع. يبقى هنا استخدم معها بقى once. انا عايز حاجة تكون ارخص. طب انا بتكلم عن مفرد ولا جمع. طب بيقول لي this. يبقى هنا اقول له once. طيب نيجي بعد كده على السؤال اللي بعده. وهو سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا. add the moment في هذه اللحظة. it's not. طيب خلي بالك add the moment يعني مدرع مستمر. هو اصلا نجيب لك is. it is. is بيجي وراها الفعل ما تقف له ing. في اللحظة دي هي بتمطر. يبقى له. يبقى هنا. واللي بعده بيقول نقاط. are my father's class. طيب انا بتكلم عن حاجة مفرد ولا جمع. class is جمع. جمع يبقى له زوس. هجيب الجمع بقى من زت. زت اسم اشارة مفرد بيجيب الجمع منه اللي هو زوس. بعد كده بيقول. he were نقاط. جلب ايه. خلي بالك هنا ترتيب الصفات. طالما عندك مادة خام ولون سهلة. اخر حاجة بتيجي المادة الخام وقبلها اللون. يعني هبدأ هنا ب long. وبعدين اعمل comma. واكتب بقى اللون اللي هو green. واخر حاجة خالص تبقى cotton اللي هي المادة الخام. يبقى long green cotton. واللي بعده بيقول last Tuesday my uncle نقطة. طيب الحدث هنا في الماضي. last Tuesday last يبقى ماضي. يبقى للماضي من fly. طبعا ده اسمه flow. طيب. بعد كده بيكون في عندنا سؤال paragraph زي ما قلنا شباب في مذكرة على القناة موجود فيها السؤال ده بالكامل. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا امتحان محافظة الدهة اهلية. طيب زي ما قلنا بيبدأ معايا بسؤال listen. سؤال نص الاستماع. السؤال ده هو عبارة عن نص صغير. النص ده بتسمعه كويس جدا في بداية الامتحان. من خلال اللي انت سمعته بتختار الاجابات اللي قدامك دي. طيب علشان النص ده موجود عندك في اخر الكتاب. فهتلاقيني بسيب لك السؤال ده زي واكب كده. اقرأ النص على مهلك وابدأ اختار الاجابات اللي قدامك دي. وبعد كده ابدأ اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل. وطبعا سؤال اداي لك سؤال المحادسة. طيب اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر اللي فوق ده مهم جدا. السطر ده بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه. طيب المحادسة بتاعتنا بيقول هنا. طيب تامر بيهرف احمد عن زيارته للمتحف. خلينا نشوف كده. احمد بيتكلم مع تامر وبيقول له. هلو تامر. هاو ار يو. طيب خلي بالك كلمة هاو ار يو دي معناها كيف حالك. لما تشوفها وتجاوب بتقول سهلا كده. بيقول له عامل يعني. قال له انا بخير شكرا. يبقى اول اجابة رقم واحد. شكرا يعني انا كويس. احمد هنا سأله سؤال. الاجابة كانت. طيب يقول له الشهر اللي فات انا زرت متحف الفن الحديث في القهارة. طيب انا هنا في الاجابة فيها وقت. الشهر اللي فات يبقى بس اعجي عن وقت. ممكن اقول له امتى زرت المتحف. فقول وين. وبعدين الفعل في الماضي فاستهدم دد. فانا اقول وين دد يو. وهتنقل بقى من الاجابة تحت. من اول زا اجبشن لحد الاخر. امتى انت زرت متحف او متحف المصري للفن الحديث. يبقى وين دد يو و هتنقل بقى من اول زا اجبشن ميوزيوم اف مودرن ارت ان كايرو. هتنقل لحد الاخر. خلاص يبقى الجزئية دي هنكتبها لحد اخر اللي اجابة. لحد كمت كايرو. تمام كده? انا زرت يعني المتحف. بعد كده احمد سأله سؤال. الاجابة كانت اي. انا رأيت تماثيل كتير. يقول له انت شفت ايه هناك. طيب ما او ماذا دي يعني فهنا يقول له. اللي انت شفته. الحكاية اللي انت شفتها هناك. قال له شفت الكسير من التماثيل. يبقى رقم تلاتة. اللي انت شفته هناك. طيب. بعد كده احمد سأل. وقال هل هو مجاني للزيارة? طبعا هيقول له ياس ارنو. طيب قال له هل استمتعت فممكن نقول نو مسلا. لا بيدفع فلوسة سكرة وهيدفع. يبقى رقم اربعة هنا ممكن نقول نو. ونقول طبعا ات ازنت. لا يعني هو مش ببلاش. طيب بعد كده قال له هل استمتعت وقتك هناك? طبعا هيقول له او او اي اي انا استمتعت. فاخر له نقول مسلا ياس اي دت. طيب بعد كده بيكون في عندنا السؤال التالت في الامتحان. او طبعا سؤال القطعة. زي ما قلنا اهم حاجة تقرأ قطعة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. طيب نقرأ قطعة بتاعتنا علشان نحل عليها. قطعة بتاعتنا بيقول هنا هنا بتكلم عن حياة الحيوانات. بيقول ان هي حقا مدهشة. في الشتاء بيقول في الشتاء العديد من الحيوانات والطيور بتسافر مئات الكيلو مترات. بحسن عن مناخ دافئ وطعام اكثر. طيب بيكمل بيقول هذه الرحلة تيكس بلايس افريير اتباوت ذا السيم طايم. الرحلة دي يعني بتتم كل سنة بتحدث كل سنة في نفس الوقت. طيب. اتس يوجول تسي بيردز ستينج اون والز او تليفون وايرز. طيب بيقول من المعتاد في الوقت ده انك تشوف الطيور بتقعد على الجدران الحواط يعني او اسلاك التليفون. طيب بيقعدوا على الاسلاك بحسن او انتظار لي قطع مسافات طويلة بين الاماكن علشان يقضوا الصيف او الشتاء هناك. الصحة اللي بعد كده انا كمل مع بعض راية القطع. بعد كده بيكمل وبيقول العلماء. طيب بيقول هنا ان العلماء مش عارفين يعني او مش قادرين يعرفوا ازاي الطيور والحيوانات بيلاقوا طريقهم من والى البيت. بعض الناس بيقول ان بعض الناس بيعتقدوا ان الطيور بتعتمد على الحواس بيستخدموا الحواس. زي طبعا حاسة الشم. طيب بيعتمدوا عليها في ايه بقى? علشان يقدروا يلاقوا الطريق بتاعهم. طيب بعض الحيوانات والطيور بيسفروا الاف الكيلومترات. من المدهش ان الحوت الازرق مسلا بيسافر اكتر من متين الف كيلومتر. طيب بعد ما قررنا القطع وفهمناها كويس جدا. نبدأ مع بعض نحل اسئلة القطعة. طيب نبدأ مع بعض اسئلة القطعة السؤال الاول. بيقول هنا. القطعة بتتكلم عن ايه? طيب القطعة كلها بتتكلم عن سفر الطيور والحيوانات. فقدروا هنا. هجرة الطيور والحيوانات. خلي بالك انت تقدر هنا تكتب اجابة واثنين واثنين. زي ما قلت لك السؤال ده اجابته دايما مفتوحة. وبتكلم عن ايه? عن سفر. طبعا الحيوانات والطيور. طيب السؤال اللي بعده. بيقول هنا. why do birds and animals spend the winter and summer in different places? يسألك بقى ليه الطيور والحيوانات بيقدوا الشتاء والصيف في اماكن مختلفة. طيب هو قال للاجابة لما قال شباب to find a suitable climate and more food. فاول القطع خالص في الصفحة اللي فاتت قال لكي يجدوا او يبحثوا على المناخ الملائم وطعام اكتر. يبقى اقول له هنا to find لكي يجدوا a suitable climate. كلمة suitable يعني مناسب او ملائم. climate اللي هو المناخ. and more food وطعام اكتر. بعد كده بيقول. what does the underline pronoun they? الضمر زي اللي تحت الخط بيشير اليه. واحنا بنقرأ قلنا ان هو بيشير الي ال birds الطيور and animals والحيوانات. بيقول هنا بيعود على اي يعني طبعا الحيوانات والطيور. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندي اسئلة اختيارية على القطع برضو. نبدأ مع بعض السؤال الاول. بيقول هنا. birds use there not to find the way. الطيور بتستخدم ايه? علشان يجدوا الطريق. طيب واحنا بنقرأ قلنا ان هو بيقول اللي هي الحواس. طيب بعد كده بيقول الكلمة اللي تحتها الخط اللي هي takes place. كان بتكلم عن الهجرة ان هي بتحدث. فالكلمة دي بتعادل كلمة happens. او بتعني كلمة happens. كان بيقول ان الرحلة دي بتحدث في كل عام في نفس الوقت. يبقى له happens تحدث. بعد كده بيقول. what do you think of birds and animals? they are a? بيقول هنا الحيوانات والطيور هم بيكون ايه? ايه رأيك فيهم بقى طبعا هم بيهاجروا عشان الطعام والمناخ فطبعا هنقول ايه? clever. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندي السؤال الرابع وهو طبعا سؤال اختياري. السؤال الاول بيقول هنا. there is a or an نقاط. on my phone. which is me the wizard in my city. يوجد ايه على الموبايل بتاعي? واللي بيهارفني الطخس اللي موجود في مدنتي. وانه طبعا ده تطبيق على الموبايل. اللي هو app. بعد كده بيقول. we should not all our plastic to use again. طيب يجب اننا خلي بالك نعيد تدوير البلاستيك مرة اخرى. طبعا ما شفت كلمة again يبقى recycle يعني يعيد تدوير. بعد كده the piano is my favorite musical note. البيانو هو آلة موسيقية مفضلة. آلة موسيقية يبقى له هنا instrument. يبقى هو آلة الموسيقية المفضلة. بعد كده بيقول هنا the opposite of note is damage. opposite يعني عكس او مضاد. damage يعني يتلف او يدمر. طبعا عكسها يحمي. كلمة يحمي اللي هي protect. بعد كده بيقول to note is to fix something that is broken. خلي بالك بقى انك تصلح حاجة مكسورة انت كده بتصلح. اللي هي repair. طيب بعد كده بيقول it's important not to be not to technology. من المهم بخلي بالك انك ما تكونش عندك ادمان او انك ما تكونش مدمن للتكنولوجي. مدمن لي دي اسمها addicted to. واللي بعده بيقول how not you solve this problem. طيب دي سيفت سؤال بيعبر عن القدرة. عندي هنا الفعل في المصدر يبقى عايز اقول can. how can? ازاي تقدر تحل المسألة دي. فهنا الصح ان انا اقول can. الصحة اللي بعد كده انا نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. these trainers are much better than the i had before. طيب انا هنا بتكلم عن حاجة جمع. الحزاء الرياضي ده الجمعة. طوالما جمع يبقى استخدم once. عايز يقول ان هو افضل من اللي كانوا قبل كده. يبقى هنا once. بعد كده بيقول we are not dinner in a restaurant. طيب خلي بالك بقى. كلمة are ما ينفعش يجي وراها غير حاجة واحدة بس. going to have. يبقى اقول we are going to. يعني احنا هنتعشى في المطعم. بعد كده I sometimes. نقط. close from my sister. we are the same size. طيب بيقول انا احيانا بس تلف الحزاء او الملابس يعني بتاعت اختي. احنا اتنين نفس size نفس المقاسي. يبقى هنا بوره. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا. anas نقط solve problems. طيب ده تعبير عن القدرة. عندي no. طيب خلي بالك بقى لو anas هنا مفرد بيقول nose. بعد اطلق بط. هتقول nose. وتكتب التعبير كامل بقى. nose how ولازم تجيب انتمائك to. لانه يجيب لك الفعل في المصدر. بعد كده if he نقط. well he will win the match. برضو دي الحالة الاولى من حالات if. وانا if هنا بيجيو وراها مضارع بسيط والضملة التانية اول والمصدر. طيب هي مفرد بقول له place. هضف للفعل s المضارع البسيط. بعد كده بيقول there isn't نقط floor to make a cake. طيب خلي بالك ينفع هنا اجابتين. عايز يقول لا يوجد. ممكن اقول اي دقيق لعمل الكيك. او اقول مفيش دقيق كافي. خلا نكتب كده اجابة اللي هي enough. تنفع enough تنفع. لا يوجد دقيق كافي لعمل الكيك. طيب ممكن اقول any. مفيش اي دقيق لعمل الكيك. اللي جابتين صحة. دي صح ودي صح. بعد كده بيقول. it is a نقط. والت. خلي بالك ده ترتيب صفات. قلت لك لما يكون عندك مادة خام. ولون بيجيبهم في الاخر. اول حاجة beautiful وبعدين اللون والمادة الخام. يكتب كده beautiful اللي هو الوصف يعني. وبعدين brown اللي هو اللون. واخر حاجة بتبقى المادة الخام اللي هي laser اللي هي الجلد. يبقى هنا اقول له اول حاجة الوصف. بعدين اللون واخر حاجة المادة الخام اللي هي الجلد. بعد كده سؤال paragraph زي مقولنا ان شاء الله ده نزله مذكرة على القناة. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا امتحان مهمة جدا. وهو امتحان محافظة دومياط. بيبدأ معايا بسؤال listen سؤال نص الاستماع. السؤال ده هو عبارة عن نص صغير. النص ده بتسمعه كويس جدا في بداية الامتحان. من خلال اللي انت سمعته بتختار الاجابات اللي قدامك دي. طيب علشان النص ده موجود في اخر الكتاب فهتلاقيني بسيب لك السؤال ده زي واجب كده. ارى النص على مهلك وبعدين اختار الاجابات اللي قدامك. وابدأ بعد كده. اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل. وهو سؤال ده لك سؤال المحادسة. زي ما قلنا اهم حاجة تقرأ المحادسة كلها على مهلك واترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عني. طيب. بيقول هنا. بيقول ان هبا بتتكلم مع ايمان عن الذهاب الى السينما. طيب ايمان بتسأل هبا وبتقول لها هاو آر يو. قلنا هاو آر يو يعني كيف حالك. هتقول لها طبعا ايم فاين سانك يو. نخلي بالنا فيه اجابات كده بتكون سهلة في المحادسة. بتقول لها عامل اي يعني فتقول لها بخير شكرا. يبقى اول اجابة رقم واحد. طيب ايمان سأل السؤال الاجابة كانت انا زهبت الى السينما. طيب يبقى هنا بتقول لها انت روحت فين بسأل عن المكان. لما تيجي تسأل عن المكان بتستخدم فاول اجابة اقول وعشان ونت جاء في الماضي فهجيب الفعل المساعد اللي هو بتاع الماضي. يو والمصدر اللي هو كو. انت يعني روحت فين. ايمان سأل السؤال كمان اجابته كانت انا روحت هناك بالتاكسي. طيب انا هنا بسأل عن وسيلة المواصلات. يبقى اسأل بهاو ازاي روحت هناك. اقول برضو الفعل المساعدت. او بعدين الفعل يو. وبعدين برضو المصدر اللي هو كيف زهبتي الى هناك. قالت لها بالتاكسي. بعد كده ايمان قالت طيب اللي انت شفت هناك. قالت لها هنا حاجة. ردت قالت يبقى هي شفت فيلم. فهنا في رقم اربعة هتقول لها اي. الفعل في الماضي. او بعدين نقول مسلا اي اكشن فيلم. يعني انا شفت فيلم ايه? اه طبعا اكشن. ولو قلت طبعا اي سوق اه فيلم على طول صحة برضو ما فيش مشكلة. انا رأيت فيلم يعني. طيب هل استمتعتي بقى بالفيلم ده? طبعا هتقول لها ياس. طبعا او ياس اي دد او ياس شور او ياس اف كورس كل دي اجابات صح. هلنقول ياس اي دد. ايوة يعني. بعد كده بيكون عندنا السؤال التالت وهو سؤال القطعة. اهم حاجة طبعا انك تقرق قطعة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. دلوقتي نبدأ نقرق قطعة بتاعتنا علشان نحل عليها. طيب قطعة بتاعتنا بيقول هنا. اسمي مونة. طيب بتقول اسمي مونة. انا دايما استيقظ الساعة ستة ونص. بعد كده بيقول عادة باخد دوش يعني بعد ما اصحى من النوم. اي هاف بريكفاست وز ماي فاميلي. بافطر مع عائلتي. بعد كده بتقول. ماي هاوس is not فار فرم ماي سكول. بيتي مش بعيد من المدرسة. لذلك اي جو تو سكول انفوت. عشان كده بروح للمدرسة على رجلي. بش يعني. اي اي اولويز رايف زير بفور زابل برنكس. انا دايما بوصل المدرسة قبل جرس المدرسة ميرن. ات بريك في الفصحة. اي هاف سام ساندويشز and talk to my friends. في الفصحة بتناول بعض سامة وتشات وتكلم مع صحابي. اي بلاي وز زيم. والعب معهم اللي هم الاصدقاء. on the playground. بالعب مع صحابي في الملعب. اللي بيلك زيم هنا عيد على الاصدقاء. الصفحة اللي بعد كده يكمل مع بعض اراية القطع. بعد كده بيكمل وبيقول. I come back home at about two o'clock. هنا هنا بتقول انا برجع البيت حوالي ساعة اثنين. I usually feel tired. زين بكون حاسة ان انا تعبانة. my parents الوالدين always come from work at three o'clock. بابا وماما يعني بيرجعوا من الشغل ساعة ثلاثة. طيب بعد جده بتقول I like to help my mom make lunch. انا بحب ساعد ممتي في تحضير الغداء. after lunch بعد الغداء I do my homework. بعمل وكبي I usually go to bed at nine o'clock. وهي طبعا بروح انام الساعة تسعة. واضح جدا القطع كلها بتتكلم عن يوميات منا. طيب نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا what is the main idea of the text? بيسأل بقى ايه الفكرة الرئيسية للنص? زي ما قلنا القطع كلها بتتكلم عن الروتين اليومي لمونا. هولا ازاي بقى? هكتب كده مونا اللي هو اسم الشخص. بعدين ابصره في اس الملكية. وبعدين تكتب daily routine. لو عايز تقول الروتين اليومي لشخص تقول monas daily routine. الروتين اليومي لمونا. بعد كده بيقول what does mona usually do after she gets up? اللي مونا عادة بتعمله لما تصحى من النوم. في الصفحة اللي قبل دي هو قال اول حاجة بتعملها ان هي بتاخد شاور. فانا هكتب بقى she. ممكن اقول usually has a shower. عادة بتاخد شاور او اقول she has a shower على طول. يعني هي بتاخد ايه? دوش يعني. طيب بعد كده بيقول what does mona do at break? ايه اللي مونا بتعمله في الفصحة? هو قال لها حاجات كثيرة. ممكن تكتبهم كلهم او تكتب حاجتين مسلا. خلنا نقول she has some sandwiches. اول حاجة لها ان هي بتتناول بعض ال send out chat. ايه كمان? الكمان ان هي بتتكلم مع اصدقائها. ممكن اقول له and play with her friends. هي كمان بتلعب مع صحابها او اقول كمان ان هي talk to her friends وبتتكلم مع صحابها. يبقى هي بتتكلم مع صحابها وتلعب معهم وبتتناول send out chat. طيب بعد كده بيكون عندي اسئلة اختياري على القطع. السؤال الاول بيقول هنا. the underline pronoun Zim refers to not. الضمير اللي تحت القط اللي هو Zim بيشير الى ايه? طيب احنا قلنا واحنا بنقرأ ان هو بيعود على mona's friends. اصدقاء مونا. بعد كده بيقول mona's house is not her school. منزل مونا هو قلي مش بعيد من المدرسة. يبقى هو قريب. طيب كلمة قريب يعني near. فاقول له هنا near. بعد كده بيقول mona's parent come home at night o'clock. والدين مونا بيرجعوا لبيت الساعة كام? طبعا هو قلي الساعة ثلاثة. فاقول له هنا three o'clock. طيب بعد كده نيجي على السؤال اللي بعده. بيكون عندنا السؤال الرابع وهو سؤال اختياري. نبدأ مع بعض. السؤال الاول بيقول هنا. do you think it's easy to know it from arabic to english? بيسألك انت بقى هل تعتقد انه من السهل انك انت تترجم من العربي الى الانجليزي? كلمة يترجم يعني translate. بعد كده بيقول نقط. are like planes but they don't have wings. حاجة بتشبه الطائرات ولكن ملهاش اجنحة. طبعا بيتكلم هنا عن الطائرة الهليكوبتر. فهتقول اللي هنا هليكوبترز. يبقى هنا الاجابة رقم c. بعد كده بيقول i liked the cake it's a. بيقول انا احبيت الترطة دي بسبب ان هي لذيذة طبعا. يبقى هنا عايز اقول it's delicious. هي لذيذة. واللي بعده بيقول we not with our noses. طيب احنا بنعمل ايه بالانف? طعم بالانف تشم. يشم يعني smell. واللي بعده بيقول هنا green system is suitable for the not. طيب النظام الصديق للبيئة طبعا هو ملائم ليه? البيئة. اللي بتقول هنا the environment. ملائم للبيئة برضو. واللي بعده بيقول هنا heavy clothes help you in winter to not warm. الملابس الصقيلة بتساعدك انك انت تبقى دافئ في الشتاء. يبقى دافئ يعني keep warm. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا my friend asking me if I could not make up. طيب هنا عايز يقول ان صديقتي سألتني يعني لو ممكن اني اعمل make up. خلي بالك كلمة make up هيجي معها do. فهنا اقول له do. واللي بعده بيقول هنا when it's raining you should not at home. طيب. عايز يقول لما الجو بيمطر يجب انك تععد في البيت. should احنا عارفين ان بيجو وراها المصدر. المصدر اللي هو stay. فعل بدون اضافات. السؤال اللي بعده بيقول هنا I don't have نقط free time to do my hobbies. عايز اقول اني ما عنديش اي وقت فراغ ان انا اعمل هواياتي. طيب الجملة هنا منفية. طالما انا في بيستهدم any هزاقول اي وقت يعني. واللي بعده بيقول ايمن نقط able to play basketball. هي is tall. عايز يعبر عن القدرة. طيب able to بيجي قبلها is or? ايمن هنا مفرد يبقى ايمن بيقدر يلعب بسكتبول. بعد كده بيكون في عندنا سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا. نقط you know how to climb a mountain. طيب ده سؤال بيعبر يعني القدرة. no how to بيجي قبلها do or does. you فعل جمع. يبقى الصح انك تقول do. do you know how to? واللي بعده بيقول هنا what? نقط. you going to do in the future. طب دي سهلة جدا. ليه? you هنا فعل جمع. going to بيجي قبلها are you going to? يبقى الصح ان اقول are. نفعش اقول is. طيب واللي بعده بيقول هنا why don't you wear? نقط nice scarf. طب خلي بالك برضو. scarf دي مفرد. فعش انك تقول this. الصح انك تقول this. اللي هي بقى المفرد منها. واللي بعده بيقول هنا. f huda. نقط. kairu. she will see the kairu tower. طيب دي حالة f الاولى. f بيجي وراها مدارع بسيط. huda فعل مفرد. يبقى الفعل يجي اخر اس المدارع البسيط. يبقى هنا. فازت سحط الفعل اس في الاخر. بعد كده بيكون في عندنا سؤال paragraph زي ما قلنا. السؤال ده ان شاء الله ينزل له مذكرة على القناة.